السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين سبق وعملنا طريقة عمل السلطة باللحم البقري الآن إن شاء الله بنسوي مع بعض المالوج اليمني نتابع مع بعض الخطوات والمقادير بس إذا كنتم أول مرة تشوفوا قناة تشتركوا فيه عشان يوصلكم كل جديد ويلا بسم الواحدة الأحد نبدأ وصفتنا اليوم أول شي بنحتاج خليط من الدقيقة الأبيض وخليط من الدقيقة الأسمر بنحتاج كوبين ونصف دقيقة أبيض وكوب ونصف دقيقة أسمر ملعقة كبيرة ونصف خميرة خوبز ومال حسب الرغبة أنا عملت ملعقة كبيرة المهم بنحرك هذا النواشف كلها مع بعض وبعدها بنبدأ بالعجن بنضيف القليل من الماء الدافي وبعدها بنعجن بهذه الطريقة طبعا إضافة الماء غير محدودة الكمية لأنه إحنا نحتاج تكون عندنا العجين الطرية في إضافة الماء كل شوية ويكون الماء دافي مهم جدا ونبدأ نعجن مثل ما قلت لكم حتى تصير عندنا عجينة طرية وتلتصق باليد وبعدنا نخلص من عجن الخبز الآن بنجيب شوية ماء بجنبنا وبعدها بنبل أيدينا بالماء عشان ما تلتصق العجينة مثل ما انتم شايفين وبعدها بنحاول نكفتها بحيث نحن نخليها كتلة واحدة كأنها متماسكة ومثل ما قلت لكم بنبل أيدينا وبنستمر على هذه الخطبة ونكفتها لما يصر عندنا عجينة مثل ما انتم شايفين بهذا الشكل الآن بنغطيها بأي شيء متوفر عندنا سوى صحن أو كيس أو أي شيء وبنخليها على جنب يخمر ويتضعف حجمه والآن بنجيب طاصة صغيرة بنحط عليها شوية ماء وكمان عليها ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة أي نبلة الحلبة وبنخليها على جنب وبعدها لما يخمر الخبز ونبدأ نحن نخبز بنشينا الماء حقها والآن بعد ما خمر الخبز وأنا عملت واحدة الآن بنجيب الماء بجانبنا وبعدها بنبلأيدينا بالماء ونبعد شوية من العجين مثل ما انتم شايفين بهذا الطريقة نحاول ان نحن نلمها وبعدها بنجيب حلبة ونمسح سطحها عشان لما نخبزها يكون علي ناسا لنحن نفردها طبعا في ناس عيقولوا ليش حلبة بتجيب ريحة وبايجيب يعني ريحة مش حلوة طبعا لا أبدا ما بتجيب أي ريحة خالص بعدين نحن بناخذ بس قليل مش بزيادة وفي ناس بيستخدموا الزبادي انتم براحتك بزاحة بنتستخدموا زبادي أو حلبة بس الزبادي بيجيب فيها حموضة قليل المهم بنجيب الصحن حق الفرد وقد حميناه حامي من قبل أنا بس خرجنا من الفرن عشان أوريكم كيف هي الطريقة بنحطها مش على السطحة اللي مسحناها الحلبة على العكس بنحطها وبعدين بنفردها مثل ما انتم شايفين بنبلأ يدينا بالماء والحلبة ونفردها بهذا الطريقة ولازم يكون الصحن حامي والفرن كمان حامي أعلى شي طبعا مش لازم نحن نخرج الصحن من الفرن سبقوا كلمتكم أننا خرجتها عشان أوريكم في التصوير بس الطريقة على فكرة هذا الصحن متوفر من الموتربين عشان يعملوا الأخفاز اليمنية ومش مهم يكون متوفر عندك يعني إذا أنت حابة تسوي في الفرن تقدري كمان تسوي في الصحن اللي تعملي فيها اللحوح وأهم شي إنه ما يكون فيها أي بلاستيك عشان ما يذوبوا في الفرن وكمان تقدروا تعملوا في الضغاطة بنوص الطريقة على جنب وعلى الشولة بدل ما يكون على الفرن يعني يعيكون على البتغاز المهم بانخلص وباندخلها الفرن وبانخليها لما تحمر من تحت وبعدها بانجي نرفعها بأي شي بهذا السباشلا اللي مثل الحديد وبانحطها على الشبكة اللي فوق ونولع الشولة من فوق ونخليها تحمر وبعدها بنجيب دوارة أو كيس أو أي شي نغطي عشان ما يكسى وهذا بيكون شكلها النهائي وبالعافية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا أعجاب وأيضا اشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد وإذا حابين كمان تشوفوا عمل السلطة اليمنية باللحم البقري بحط لكم رابط في صندوق الوصف وكمان بحط لكم صورة في نهاية الفيديو روحوا وشوفوا اضغطوا على صورة وعلى طلبة يوديكم لطريقة عمل السلطة اليمنية وإذا كنتم تحبوا الأكل اليمني نشروا كل الفيديوهاتي لأصدقائكم عشان يشتركوا بالقناة ودعمتم في رعاية الله وحفظه